رئيس الوزراء حيدا العبادي دعا العراقين إلى رفض الخطاب الطائفي الذي يؤدي إلى تأجيج العنف مؤكدا براءته من كل من يعتدي على أي مواطن خارج إطار القانون لهذا أدعو إلى التوحد وأدعو المواطنين جميعا إلى رفض الخطاب الطائفي الخطاب التقسيمي الخطاب الشوفيني الخطاب العنصري اليوم حققنا من النجاحات في العراق الحمد لله كما ذكرنا مرارا لأول مرة يقاتل الجندي في الجيش العراقي جنبا مع جنب مع زميله في البشمرقة في علاقة أخوية وعلاقة جهادية يواجهون عدو واحد لأول مرة حققنا انتصار ولهذا رسالتي للجميع لا نضيع هذا الانتصار أنا ذكرت مرارا أننا جميعا نحترم تطلعات كل أبناء شعبنا في الجنوب والوسط والشمال لا نفرق بين مواطن ومواطن سواء كان في الفاو أو كان في دهوك أو كان في أي مكان في العراق ترجمة نانسي قنقر